أدان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز الحملات الإعلامية الشرسة والممنهجة التي تستهدفه بمزاعم كاذب وافتراءات ملفقة تلصقها به بهدف التشهير وكذلت تشويه خدمة لأجندتها المشبوهة ولمقاصدها الخبيثة حيث ذهبت بعض القنوات الفضائية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي إلى تلفيق مسمى الحشد الشعبي بأنه ميليشيا تتبع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز والتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة وهو ينفي بشكل قطعي صلته بهذا المسمى المختلق زورا وبهتانا فإنه ينفي نفي قاطعا أن يكون له أي ميليشيا أو تكوينات عسكرية يحاول البعض إلصاقها بالإصلاح بشكل متكرر تحت أسماء مخترعة من خيال مريض يتنافى مع شرف الكلمة ويجافي المصداقية والمهنية بما يمثل سقوطا مهنيا وأخلاقية وعبر إصلاح تعز في بلاغ صحفي عن آسفه لقيام بعض الوسائل الإعلامية المعتبرة بشكل تلقائي بتكرار هذه المزاعم الكاذبة التي ترددها جبهات منفلثة وهابطة في أوساط بعض وسائل التواصل الاجتماعي بما يهز مصداقيتها المهنية ويفقد هاتقتها عند المتلقي واستنكر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز تلك الافتراءات الكاذبة ضده داعيا الوسائل الإعلامية إلى تحر الصدق والتزام المهنية في نقلها للأخبار والترفع عن المكايدات والنأي بنفسها عن الوقوع في مثل هذه الأكاذيب